اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة صرح الدكتور ميرزا بأن مثل هذه المذكرة تأتي من منطلق توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله بالعمل على تعزيز علاقات التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية بما يخدم المملكة ويسهم في تقدمها والزهارها شاكرا ما تقوم به الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء سعيا إلى وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول التي لها اسهامات ملموسة في هذا المجال من جانبه قال الدكتور العسيري أن الهيئة تهدف من أبرام هذه المذكرة بدأ مرحلة مميزة من التعاون مع هيئة الطاقة المستدامة وتعد الهيئة اليوم طرفا فعالا في تلبية الاحتياجات الوطنية عن طريق توفير المعلومات الفضائية وبيانات المراقبة الأرضية وتنفيذ الدراسات المبنية على نتائج تحليل الصور والبيانات الفضائية لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وخاصة ما يعزز الحصول على طاقة متجددة ونظيفة تلبي التطلعات الوطنية بالإضافة لمساهمتها في التقدم العلمي الفضائي وتحقيق التنمية المستدامة للمملكة اشتركوا في القناة